موسيقى سلام من الله عليكم مشاهدينا في كل مكان وأهلا ومرحبا بكم ونحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدونون ضيفي لهذه الحلقة هو الأستاذ المدون جمال الرمضاني أهلا وسهلا منك نرحب بك في هذه الحلقة ونبدأ هذه الحلقة مشاهدين الكرام بأولى الفقرات وهي فقرات تدوينة الضيف في تدوينة الضيف مشاهدين الكرام كتب ضيفنا لهذه الحلقة المدون جمال الرمضاني قائلا صفقوا وصفقنا ولم نجد لنا فيهم صدى سوى اللهو في ساحات القمامة والهوى قصائد شعر سمعناها بمعناها لمن طوى عمر يهيم بين البوادي حائرا وعيشا بجوى وأغاني نرددها طربا وموسيقى والحزن كوى قلوب بمهب الريح تتمايل بالعواصف والخنى أيا ملهمية الشعر كيف بيعيشا بحنظل دوى وللأسقام علاجا أستقيه واحتضارا والموت دنا وأناظر من بعيد لأبيات نثر بنيت بالدمع سنة إلى القمم الشماء تلاطفا للعمر عسى وصلا بنجا كلمة جميلة حقيقة من مشاهدينا الكرام تعبر عن خلجات داخلية لضيفنا لهذا اليوم وتحوم حول محور سنناقش مع ضيفنا من خلال هذه الأسئلة في تدوينتكم أستاذ جمال وضعتم صورتين الأولى لهيروشيما التي دمرت بمفعول قنبلة نووية والثانية للموصل والتي دمرت إبانة حريرها من عصابات داعش ما وجه الشبه بين الصورتين؟ وجه الشبه كبير جدا وربما أفضل عندما حدث ما حدث في مدينة الموصل لم يتوقع أحد أن يكون صورة الموصل بهذه الصورة وخاصة وخصوصا المدينة القديمة وقد رأيناها جميعا والأسى يصب دمعنا حقيقة دما هناك الكثير ممن كانوا في ظنك العيش وأرادوا التحرير أن يروا نور الحرية بعد ظلام عامان ونصف أو ولا أقول عاما سنوات قحط وجوع وحرمان عوائل كانت تريد أن ترى النور والحرية وإذا نراها نحن دفنت تحت ركام حقيقة مؤلمة لما حدث لمدينة الموصل إلى أي مدى يمكن اعتبار الموصل مدينة منكوبة الموصل مدينة منكوبة بنسبة كم والله أنا في الوقت الحاضر الحمد لله هناك إشراق في مدينة الموصل سنأتي على هذا السؤال نعم عندما انتهت الحرب وتحررت كم كانت نسبة اعتبار المدينة منكوبة والله كنسبة مئوية نعم نسبة مئوية نعم تقريبية نعم والله ثمانين بالمئة هي مدينة منكوبة نعم وأهلها تحت الركام بأعداد كبيرة جدا والإحصاءات موجودة وثابتة في هذا الشيء هل انعدمت كل مقاومات الحياة بهذه المدينة نهائيا في وقتها في وقتها نعم نعم انعدمت مقاومات الحياة إلا ما قدمه أقولها بصراحة الشباب ذو الهمة العالية لما فعلوه بطاقات إبداعية أن يوصلوا لهم المياه ويوصلوا لهم الغذاء ويوصلوا لهم ما يسد رمقهم بعد التحرير مباشرة جميل متى يمكن القول بأن هذه المقاومات للعيش الكريم عادت من جديد الآن أم بعد حين حقيقة انتفض الرجال الرجال الأبطال الأبطال ممن بجميع أعمارهم أن يعيدوا الصورة الجميلة لمدينة الموصل لكنها لم تعاد لحد الآن كما نريدها نحن نريد الأفضل لكنهم يحاولون ويحاولون بصراحة بما يستطيعون من قوة وأنت ترى البناء والتعمير يعني لا أقول مئة بالمئة وإنما تسعين بالمئة هو من يقومون به إما منظمات شعبية منظمات مدنية وإما منظمات شعبية ارتأت أن تبني مدينتها بأيديهم وحقيقة مباله ربما تجمع ثم يبنى بها بيت ثم يبنى بها مسجد ثم يعاد قليلا للكنائس والأماكن الأخرى التي دمرت عن بكرة أبيها لكنهم متمسكون بهذه الأرض هذه الأرض لا تندثر ولن تندثر لأنها مرت بعصور كثيرة من الطويان والغزوات لكنها تنهض كالعنقاء مرة ثانية وأقوى مما كان سابقا لكن أقول يجب أن نتخذ عبر مما حصل في مدينة الموصل ونؤسس لبناء فكر جديد أولا خالي من التطرف والإرهاب وثانيا الاهتمام الكبير بالشباب الشباب الشباب وبناء الفكر منذ الطفولة يعني الأطفال منذ في الروضة في التمهيد هذا قلته في ملتقيات أدبية وكانوا مناصرين لي في هذا القول لكن التطبيق حقيقة يمشي ببطء يعني على مستويات الدراسة ولو عشرة دقائق أو ربع ساعة كما كنا سابقا هكذا في سبعينات أو قبل سبعينات عندما يأتي شخص ويدخل إلى قاعة الدراسة أو الصفوف ما زالت عالقة في أذهاننا لأن الطفل ينقش عليه كما ينقش على الحجر في مقارنتين بين في مقارنتكم أنتم بين الصورتين هناك مقارنة ظنية بينما حصل من تدمير في اليابان نعم بعد تفجير القنبلة النووية فيها بولتين في هيروشيما ونقزاكي وما حصل بالموصل بعد انتهاء الحرب التحرير نعم بالموصل برأيكم هل تتوفر العزيمة على الإعمار بالموصل مثل ما توفرك باليابان ولماذا؟ عزيمة عزيمة تبير جداً أن ترجع الموصل حتى أقول لك حتى لا أعيش في الأحلام أفضل من دبي في حالة واحدة في حالة واحدة الدعم الحكومي لمدينة الموصل ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب بحيث بحيث يعني أن يكون نبتعد عن الفساد هذا الفساد الذي هو أقوى من الإرهاب الفساد هو من يولي الداعش وغير الداعش أقولها بصراحة يجب أن نتجه إلى اتجاه البناء والتعمير لكن توضع هذه الأموال ومن يقوم بالتعمير من المهندسين والفنيين بتكاتف الجميع بأيدي صلحاء هذا البلد بيدي ربان يوصل سفينة النجاة إلى الأمان هكذا تكون نعم شكرا جزيلا على هذا الشرح على تدوينتك الأولى ننتقل إلى مشاهدين الكرام إلى تدوينة ثانية لضيفنا في هذه الحلقة أيضا أبيات شعرية يقول فيها أنا ما تخليت عن قضية وطني فصبرا يا أيها الراقدون تحت الركام هملا فمهلا أنفذوا عن أحلامكم ولا تكونوا قدحا بمن يريد الوصول بكم لبر الأمان صدقا وكونوا بين طيات الكتاب حرفا وعدلا وكف اختلافا وتشتيتا للفكر المنير ضوءا وانهضوا من سباتكم بين المقابر دهرا وسخروا العقول لرسم طريق النجاة مجدا كحضارة بابل وآشور وبغديدا حصنا منيعا بمن يحرسوه كالأسود لعرينهم معينا وجعلوا لأحلامكم تحقيقا للعلا عملا وبالتآخ وصفاء قلوبكم وبالحب وصلا ولا تركنوا للذين ظلموا فتكونوا حطبا يحرقه العابثون بعمركم فتصبحوا فحمة وسواد الليل سرمدا لا ينجلي بفعلكم قبحا بما جعلتمونا نعيش ظلاما بغدركم فعذرا وانهضوا وارجعوا ولا تعاونوا بالإثم عدوا فوطني يحرسه الرجال كالنجوم شهبا تتخطف الشياطين حين اختراقا فرصدا لكل من يريد العبث مكرا بخيمتي والوتدة مشاهدون الكرام في هذه التدوينة هناك الكثير من الإحساس بالوطنية وحب المدينة والحرص على إعادة عمادها سنناقش كل هذه الأسئلة للتدوينة الثانية مع ضيفنا في الستوديو أستاذ جمال أستاذ جمال ماذا تقصدون بهذه القصيدة التي كتبتها في هذه التدوينة هذه القصيدة كتبتها هي تعبير عما في داخلي أريد أن أوجه أن نستخدم الفكر أن نضع الحكمة في التعامل في كل شيء أن لا نتقاطع مع أحد لأن التقاطع أوصلنا إلى منحة الحية بصراحة كتبتها وأنا لست أتخلى عن هذا الوطن أنا ثابت في هذه الأرض وواجبي وواجبك وواجب كل شخص أن يكون فاعلا فاعلا في المجتمع لإعلاء الهمم أن نعيد تاريخ وحضارة هذه المدينة على أصولها قلتم أن هناك من يجعلون بأنفسهم حطبا نعم من هي الأطراف التي تريد أن تجعل منهم كذلك وما هي أهدافهم؟ قلت واجعلوا لأحلامكم تحقيقا للعلا عملا بالتآخي وصفاء قلوبكم وبالحب واصلا نجعل بيناتنا الحب والتآخي هذه معلومة وَلَا تَرْكَنُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَكُونُوا حَطَبًا هناك الكثير ممن ظلمنا منهم ثم بعد ذلك نرى الكثير ومع الأسف أن يكون مع الذين ظلموا ما هي أهدافهم؟ يؤازرهم ربما أهدافهم شيء تافه دنيوي لا يساوي شيء والظالمون يأخذون ما يأخذون منهم ويجعلهم أدات بيديهم أن يقوموا بهذه الأعمال التي نراها ظلما وعدوانا وعلى هؤلاء الناس يحرقه العابثون بعمركم العابثون الذين يعبثون بنا الظالمون ثم تكون أدات بيدهم لعمرك حتى أنت الشخص الذي كنت معهم ستحترق وتكون كلفح أسود ولا تستطيع أن ترجع بصفاء القلوب وبعدما هدمت وأديت هذا الهدم في البناء وبناء النفوس أكثر هل حقا هناك استهداف خارجي للموصل لعرقلة عمارها ونهوضها الموصل هناك الكثير لا يريد أن تنهض من جن جديد أقولها بصراحة لو هناك مؤازرة حقيقية ودعم مادي لهذه المدينة لا رجعت أفضل مما كانت سابقا بكثير ثلاث سنوات ليست في القليلة أربع سنوات في زمن العادو وصلت أموال طائلة ولم ترى الموصل من هذه الأموال شيئا نعم 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 الآن هناك أمر صدر من رئاسة الوزراء بأن كل شخص فاسد يعيد الأموال التي سرقها يطلق صراحه هذا محل هذا محل تعطي للفاسد فرصة فرصة أن يسرخ مرة ثانية مرة ثانية ثم بعد ذلك تمنحه الحرية الفساد وإذا وعيدت هذه الأموال إذا عدها نوفا للعقوبة الستة وسبعين من يعيدها يا أستاذ سيعيدها للموصل يا أستاذ من يعيده استنهضتم في هذه القصيدة الهمة هل ترى أن الموصلين قادرين على النهوض من جديد الموصل قادرين عن النهوض وهم ذهمة عالية منذ البداية منذ بداية التحرير لدينا من الطاقات الكبيرة من الشباب وأركز على الشباب ثم الشباب رأينا منهم العجب في عملهم إرجاع مدينة الموصل ومحافظة نينو عموما والعراق أيضا نرى الشباب هم أصحاب المبادرة القوية أن تعاد هذه المدن إلى جماليتها ما هي نصيحتكم لهم بتحقيق ذلك أن يستمروا فيما بدأوا فيه و حقيقهم أهمتهم عالية يعني لا أستطيع أن أقول أكثر يعني ما آراه منهم ليل نهار تراهم يعملون بلا كلل ولا ملل وعندما توجههم إلى شيء يفعلوه كما تريد ربما أفضل نعم يعني هذا شيء جميل شكرا جزيلا لكل هذا الشرح مشاهدنا الكرام الفقرة الأولى انتهت نذهب إلى الفقرة الثانية وهي فقرة تغريدة مسؤول لكن بعد الفاصل عدنا وياكم مشاهدينا بعض الفاصل لنكمل حلقة اليوم من برنامجكم مدون في هذه الفقرة لدينا تغريدة لمسؤول مسؤولنا اليوم خميس الخانجر يقول تكرار استهداف الناشطيين المدنيين بدون رادع يحتاج إلى موقف وطني موحد أكثر قوة مع المنفلتين حرية التعبير حق كفله الدستور وعلى كافة السلطات حماية هذا الحق بكل السبل إذا ناقشنا هذه التدوينة كيف تقيمون حرية الرأي والتعبير في العراق هذا اليوم هناك حرية في التعبير أقولها بصراحة إلا في أمور كثيرة السياسية ربما وخاصة الإخوة الصحفيين والإعلاميين نرى ما نرى الآن من تعبوضهم لكثير من الضغوطات من قبل جهات مواعينة أنا لست بسياسي لا أتدخل في هذا الأمر إذن ليس هناك حرية في التعبير سياسيا والله باقي الأمور أنا هكذا أرى باقي الأمور بسيطة أنا هكذا أرى أنت ترى هناك حرية في التعبير لا في هذا الاتجاه لا ليس هناك ليس هناك لا 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 في صراح أنا في هذا التوجه لا ماكو حرية برأيكم هل هناك حماية للمواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي نعم موجود أنا حقيقة دائما أذهب إلى الشرطة المجتمعية وألتقي مع مقدم عبد الله نعم وأرى عملهم عمل صادق وما يعجبني فيهم الكتمان في طي الكتمان يعني أي شيء يصلهم يقوم فورا بعمل بحيث من يبتز يلقى القبض عليه ويقدم للمحاكم وفي طي الكتمان بصراحة نعم هل هناك فرق بين حرية التعبير والتشهير هناك الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي يشهرون بالآخرين نعم سواء كانوا نعم سياسيين أم غير سياسيين ناس عاديين لمجرد أنه متخاصم معه في قضية معينة أو يكرهه ضمنيا فقط نعم وما يعني وما يعني الاسلوب الذي يجب أن يتبع من قبل الدولة أولا للتفريق بين الاثنين ثانيا لتحجيم دور الذين يتربصون بالآخرين شرا دون دليل أنا لا أتكلم على الدولة دعني أتكلم على نفسي أنا المواطن نعم وأنا أحد المواطنين يجب أن ننشر ثقافة أن الفرد أحاسب نفسي أولا نعم قبل أن أحاسب الآخر لكل فرد حقوق وواجبات أنا كمواطن ماذا قدمت من الواجبات لأرض الوطن وفي المدينة التي أنا أعيش فيها ماذا قدمت لها أحاسب نفسي قبل أن أحاسب الآخر نعم ويجب أن نربي وننشئ فكر أن الفرد في المجتمع يطور نفسه بنفسه بنفسه وكفى أنه تخلف في ثقافة التعامل مع الآخر أنا مواطن ليس لي علاقة أن أحاسب مسؤول وانا أؤكد عليها أي مسؤول ليس لي الحق أن أحاسب مسؤول لعد من يحاسب المسؤول لعم تحاسب المسؤول هناك جهات تقدم لهم رأيك فيها في هذا الشيء أو دليل أو دليل نعم نعم لا نعمل بدون دليل لا يجوز العمل بدون دليل هناك من جهات تراقب المسؤول هذا من اختصاصهم لا أتداخل معهم أكثر من اللازم بحيث أحبط العمل أنت أتيت اليوم كمدير دائرة أو كمسؤول تريد أن تخدم وأنا لست أن أجهل ما في داخلك لكن عندما أرى شيء هناك جهات ربما أتصل معهم بحقيقة أسلوب حضاري وليس على صفحات الفيسبوك التشهير بفلان والتشهير بفلان وضاع ما لا نعلم أستاذ أستاذ خلي نقلب العام من يحكي شوي نعم أمو أكو شغلات يعني شون يعني تخلي الواحد يطفر من روحه صح يعني وتخلي المواطنين بالقوة يحكون على المسؤول يعني مثلا من يطلع مسؤول في شركة نعم نفط البصرة نعم على سبيل المثال نعم زين شلون ما تريد يردون عليه مثلا يعني نعم هو أكو قرارات من بعض المسؤولين من بعض المسؤولين أكو قرارات خاطئة تخلي المواطن بالقوة يحجي أنا مع المواطن يعني ناس ما يتجوع أنا مع المواطن مئة بالمئة لكن أنا القصد فيه احنا يجب أن نثقف جميع الأفراد عندما أحاس أنا هاي النقطة أؤكد عليها أن نحاسب أنفسنا نتعاون مع البلدية نتعاون يعني أنا أحاسب نفسي أنا هل في هذا اليوم راجع نفسي ومراجعة الدفع الضرورية كل يوم أحاسب نفسي هل وضعت القمامة في محلها الصحيح هل تركت الأوساخ في الشوارع هل زرعت شجرة هل ساعدت عامل بسيط ولو أطبطب على ظهره حتى أشجعه على العمل بشرف الحقيقة هناك أشياء كبيرة وهذا الذي يجب أن يكون من هذا المنطلق لأنه الكل يشعرون العكس لذلك كل هذه الآمال الأخرى والتصرفات الأخرى تبددت يعني يقول لك إذا أنا شلت الأوساخ أو ما شلت البلد مبيوع هاي أبسط مثال يقول لك نحن نسمعها بالشارع ما تمام فهل نساعد تقول لك مثلا نسوي فلانش كذا يابا البلد مبيوع فهل نساعد من يشتري البلد شلون تكونت هذه الفكرة أنه البلد مبيوع لأنه هو ماذا يحس أنه بلد حر ومستقل كلنا في أزمة نعم ما هو رأيكم أو قبل أن نذهب إلى قانون الجرائم الإلكترونية هناك تكرار استهداف للناشطين اليوم إلى ماذا يرمز تخلف تقافي فكري لحد الآن نحن ننطلب هذه الطريقة هذه بالإجرام هذا والله عيب يعني حقيقة يجب أن تكون العقوبات رادعة لمثل من يقوم بهذه وخاصة الإعلاميين والصحفيين والناشطين من همهم الوحيد خدمة هذا البلد من هم ملح هذه الأرض وأيضا طباء ومهندسين وعلماء كلهم نعم من جميع طواف من الشمال للجنوب ومن الشرط للغرب نحن عراق واحد موحد لا يختلف عليه إثنان من العراقيين جميعنا قلب واحد دم واحد نحن نحن بدلنا الدماء في سبيل الحفاظ على حدود العراق نعم ما هو رأيكم في قانون الجرائم الإلكترونية الذي سيتم أرضه على البرلمان القانون جرائم الإلكترونية مئة بالمئة أنا وافقهم وعلى أمور يجب أن تكون منضبطة وتحدد قوانين لما يجري على صفحات الفيسبوك وهذه الأمور فقد كثر فيها اللغط وهناك كثير من الابتزازات ربما وحدثت معي هذا الشيء ولكن تداركناها بالحكمة أقول نتعامل نعم من يحمي الناشطين خاصة والمواطن عامة اليوم يجب أن يكون قانون العراق ليس يجب اليوم من يحميه يجب نعرف من يجب أن يحميه لكن اليوم من يحميه فعليا في مدينتي في الموصل أو في باقي المدن في العراق موجود القوات الأمنية المسؤولة على هذه الأمور يعني عسى لماذا لماذا يقتل الناس في الشوارع لأدفع الأسباب في مدينتي الحمد لله أمن وأمان لا يوجد هذا الشيء بصراحة أقل كي هناك تعاون هل تساند إنشاء تشريعات دستورية تحمي المواطنين وتحمي حق الناشطين في التعبير طبعا طبعا كيف لا نساند طبعا هؤلاء الناشطين هم من يبنون الدولة وسيصبحوا قادة المستقبل لأنهم ذو همة عالية في البناء والتعمير وفي كل شيء وقد جربناهم في هذه المجالات مشاهدين الكرام فقرتنا الثانية انتهت ننتقل إلى الفقرة الثالثة وهي فقرة ترند العراق عدنا وياكم مشاهدين بعد الفاصل لنكمل ما تبقى من حلقة اليوم من برنامجكم مدونون وصلنا إلى الفقرة الثالثة وهي فقرة ترند العراق في فقرة ترند العراق على أثر خروج مسيرات احتجاجية بمدينة الناصرية بمحافظة ذيقار تصدت عناصر مسلحة للمتظاهرين لمنعهم من الخروج مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى أمر انعكس على صفحة التواصل الاجتماعي حيث انتشر هاشتاك بعنوان الناصرية تقمع حيث نشر أن المغردون تدوينات تستنكر ما حدث وتدعو إلى إيقاف نزيف الدماء والاستهداف الممنهج للمتظاهرين من هذه التغريدات التي أثارها أرواد مواقع التواصل الاجتماعي نجد جمهورية المغاريد كتب قائلا اقتلونا بحقدكم وبجهلكم أيها الإرهابيون القتلى اللهم إنهم بعينك اللهم انتقم لنا ممن قتلنا اللهم خذهم أخذ العزيز المقتدر سوسا باتو تقول شهيد آخر يحقق أمنيته باللحاق بركب الشهداء وسيظل العراق ينزف شبابه ويموت خيرتهم على أيدي القتل والفاسدين والرعاء حسين قال سقوط شهيد ثامي علي حسين إثر إطلاق الناري في صدره أيضا من التغريدات الأخرى كتب دكتور نور الموسوي يقول كنت أعرف نهاية هذا اليوم دم قسما بالله قلبي حس اليوم ما ينقضي إلا تروح بي أرواح بريئة أهل الفتنة ارتاحيته هسة حسبنا الله ونعم الوكي مشاهدين هذه مجموعة من التغريدات تعبروا فيها عن حزنهم وصغطهم الكبير جراء وقوع ضحايا من جرحة وقتلة في احتجاجات الناصرية بخروج مجموعة من القتل وقمعهم ومنعهم من الخروج هذه التغريدات سنناقشها مع ضيفنا من خلال مجموعة من الأسئلة أستاذ جمال ما هو رأيكم في هذه التدوينات وكيف تنظرون إليها المظاهرات هي حق مشروع مظاهرات حق مشروع لكن يجب أن نضع قوانين صالمة لحماية هؤلاء المتظاهرين وحقن الدماء كفى دماء كفانا دماء كفانا ثكالا وأيتام وأرامل إلى متعبقى العراق وكذا العراق بلد التاريخ والحضارات يراق دماؤه تسيل دماؤه في كل يوم بفعل فاعل ثم بعد ذلك نرى لا وجود لحساء لمحاسبتاه لا ولا أن نضع قوانين صارمة أن نتعدى على أي فرد من الأفراد مهما يكون والقانون من يأخذ مجراه يجب أن يكون كيف تقيمون الوضع العام بالناصرية من خلال الأخبار والله أنا حقيقة هذه الأيام لم أكن متطلعا بصورة باضحة عما يجري في الناصرية نعم الشعب تعبان لنقول هكذا الشعب تعبان يعيش اللظى يجب أن نرعاه يجب أن نوفر له لقمة العيش يجب أن نوفر له ما يجعله مواطن من الدرجة الأولى وليس الدرجة الثانية ولا الثالثة هذا العراق عراق الجميع بلد الجميع الدماء نفس الدماء للتسليل في مدينة الموصل نحن جميعنا يجب أن ننتبه هذا الأمر وكفى إراقة للدماء لماذا تستهدف العناصر المسلحة المتظاهرين وما مصلحتها من وراء ذلك برأيك إشعال الفتنة إشعال الفتنة و يعني يعني خلي نقولها هكذا يعني حتى لا تستقر لا يستقر العراق ولا يستقر من يحكم العراق يعني أي شخص سيحكم العراق إن كانت بهذا الأسلوب بهذه الصورة ما أعتقد يوجد رجل أن يقود ربان هذه السفينة نحن نريد سفينة بربان يوصلنا إلى برد الأمان وعندما يجي ربان مهما يكون وما ننطين المجال أنه يقود هذه السفينة بحكمته وربما بفكر خاص وثم تحدث هذه الأعمال وسوناك الصير عراقيل وعجلة تريد أن تدور لتمشي الحياة كما يخطط لها ثم نرى العصة تأتي في هذه العجلة غفلة وترى كل شخص يذهب هباء حقيقة صعبة جدا ومأساة لطالما كانت الناصرية هي من توقض شرارة الاحتجاجة نعم من ثورة العشرين ثورة العشرين ولحد الآن ضد الوضع السياسي والاجتماعي القائم لماذا برأيكم الناصرية دائما الأولى والله فيها الرجال للرجال والله منذ كنا في العسكرية ونحن نرى منهم ليس كما نسمع كانوا يتكلمون على الناصرية والناصرية الله بلد الرجال لهم شيمة ونخوة وكرم وعندما تنتخيهم في أمر تراهم أمامك وربما يسلقوك إلى فعل الذي يسعدك هذا الشيء موجود لديهم أهل الناصرية ربما مرقدوا النبي إبراهيم يعطيهم قوة في الناصرية والله أبو الأنبياء أبو الأنبياء نعم أبو الأنبياء لكن بصراحة لهم جذور تاريخية وشيوخ الناصرية حقيقة شيوخ فيهم من الوطنية الكافية أن يريدوا أن يصححوا مسير العراق العظيم إلى ما كان عليه وأفضل هل لهذه التظاهرات العكاسات أخرى خلال الأيام القادمة يعني أخي التظاهرات لابد من يعني لما دماء سفكت زين أهل الضحايا يعني ش راح يصير ردة الفعل منهم ناس بسطاء يريدون حقوقهم يريد حقوقهم بسيطة يريد يعيش يريد يعيش زين يعني أنت ليش تفتعد عن هذا الأمر يا أخي أصلح هذا الأمر وكافي كافي والله تعبنا والله تعب الشعب العراقي بعد ما يعرفي الزوبي أشي عمل الشعب العراقي بهذه الحالة ما يعرف هل سنشهد توسعا لرقعة الاحتجاجات لباقي المحافظات الأخرى خلال الأيام القادمة برأيك أنا لا أحبذ هذا الشي لأنه يمتص يمتص نشكرك جزيل الشكر على حضورك في السوديو اليوم في هذه الحلقة وأنا أتمنى أن نلتقيك في حلقات قادمة إن شاء الله شكرا جزيلا لك استاذ جما مشاهدين انتظرونا بعد الفاصل في فقرة ثقف نفسك عدنا وياكم مشاهدين بعد الفاصل في فقرة ثقف نفسك في هذه الفقرة علم الأثر البريطاني السير ليونارد وولي وزوجته كاثرين عام 1923 يتفحصان أنابيب الصرف الصحي في مدينة أور السومريا والتي تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد تعتبر شبكات التصريف الصحي في بلاد الرافدين ومنها مدينة أور الأثرية وأم العقارب وشميسة والمشيدة قبل أربعة آلاف عام الأولى من نوعها في العالم وفي التاريخ حيث كانت مصممة بشكل هندسي وفني غاية في الدقة وقد كانت تؤدي دورها بكل نجاح وبدون أي نسبة خطأ حيث كانت تتمثل في مجموعة من الأنابيب الفخارية المتصلة طول كل أنبوب منها 90 سنتيمترا ويرتبط أحدهما بالآخر حتى يصل طول الأنبوب الواحد الكلي إلى ما بين 40 إلى 60 مترا تحت الأرض كما كانت السوماريون خلال إنشاء هذه الأنابيب يحيطون شبكة المجاري تلك بتراب الفخار ليولد مسامات قادرة على امتصاص وتسريب ما يرشح من مياه المجاري دون أن يولد أي مشاكل في التربة في تربة الشوارع والمعابد والدور السكنية الجدير بالذكر أن هذه الشبكة مدينة أورا الأثرية قبل أربعة آلاف عام لا زالت تعمل حتى الآن وبآلية محكمة وبدون أي خطأ يذكر مشاهدين الكرام فقرتنا انتهت وبهذا تكون حلقة اليوم قد انتهت من برنامجكم مدونون ملتقنا وإياكم في حلقات قادمة إن شاء الله تحياتي وتحيات كادر العمل في البرنامج إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر